السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواتي اخواتي الى هذا الفيديو الجديد والذي سنتكلم فيه عن او سنبدأ بالعمل على اوامر docker عليه من الاوامر التي سنعمل عليها هي سنعمل على docker images docker search docker run docker exec يعني سنعمل على العديد من الاوامر اول شيء دعنا نبدأ بمعرفة ماذا نحتاج لبداية العمل على docker لبداية العمل على docker اول شيء سنحتاجه هو ان يكون عندنا docker مثبت ولتثبيت docker يمكنكم العودة الى الفيديوهات السابقة التي شرحنا فيها كيفية تثبيت docker على كل من linux windows و mac اذا والنقطة الثانية بعد تثبيت docker النقطة الثانية هي لبداية انشاء الحاويات يعني الحاوية لكي تعمل يجب ان تعمل على صور docker و ما هي صور docker صور docker بعجلة هي ملفات ثابتة غير قابلة للتغيير تحتوي على بعض التعليمات البرمجية بعض المكتبات بعض الادوات التي يحتاجها النظام نظام التشغيل والملفات لتشغيل تطبيق معين بصفة يعني بعجلة نعم نعم ويمكن ايجاد هذه الصور في السجل يعني الموجود في docker hub او hub.docker.com وهو موقع تابع لشركة docker هنا في هذا الموقع يمكننا ايجاد كل الصور التي نريدها يعني التي نبحث عليها او التي نريد العمل عليها ومثلا دعنا نبدأ بمثلا دعنا نبحث على صورة docker hubuntu مثلا يعني هنا يمكنكم ان تروا العديد عدد كبير جدا من النتائج ويعني يمكن ان نجد صور من شركة رسمية كما ترون هنا هناك يعني صور من شركة رسمية اذا كنا نريد فقط صور من شركة رسمية يعني نختار هذا الامر واذا كنا نريد شركات من ناشر معتمد من طرف docker hub او شركة معتمدة من طرف docker hub عقوان من طرف docker hub يمكننا اختيار هذا الامر وان كنا نريد كل الصور يمكننا يعني البحث فقط عن الاسم الذي نريده واخذ الصورة التي نريد العمل عليها مثلا هنا يمكن ان نبحثنا عن mysql يمكن ان نجد mysql maria db percona يعني الى اخره هنا يمكن ان نجد عدد الذين يعني المبرمجين الذين عملوا على هذه الصورة او قاموا بتنزيل هذه الصورة على حاسوبهم الخاص وهنا يمكن ان نجد عدد العالمات التي حصلت عليها هذه الصورة هناك طريقة اخرى للبحث عن الصور وهي عن طريق terminal وهي بهذه الطريقة يعني search وأغنت نعم هذه الطريقة يمكنكم ان تروا انه عندنا العديد من النتائج هنا يقول يخبرنا ان هذه الصورة مثلا هي الصورة من شركة يعني رسمية وهذه من شركة معتمدة يعني الى اخره كما ترون هذه مثلا هي الشركة ليست معتمدة وليست رسمية وكما ترون هناك طريقتين الطريقة الاولى من على والطريقة الثانية من على الترمينار عفوا الترمينار مثلا واذا اردنا تنزيل هذه الصورة على حاسوبنا هناك طريقتين كما قلت لكم الطريقة الاولى هي الدخول الى هذه الصورة ويعني اخذ هذا الامر ووضعوه هنا على حاسوبنا الخاص نكتب ونقوم بتنزيل هذه الصورة من على Docker Hub الى يعني حاسوبنا والطريقة الثانية يمكن ان نبحث مثلا على صورة معينة وبعدها نستعمل الامر Docker Pool ونقوم بتنزيل مثلا هذه الصورة الرسمية لديبيان نعم ونقوم بتنزيلها على حاسوبنا بعدها يمكننا عرض الصور الموجود عندنا على الحاسوب بهذا الامر Docker Images كما ترون عندنا صورتين صورة ديبيان وصورة أوبونتو يمكننا العمل عليها الآن بدون أي مشكل كما ترون إذا دعنا نقوم يعني بالانتقال الى النقطة الثانية وهي بداية العمل على الحاوية بعدها بعد أن تأكدنا من أنه قد قمنا بتثبيت Docker على حاسوبنا أو النقطة الثانية قمنا بتنزيل الصورة التي سنستعملها يمكننا أن نبدأ بالعمل أو إنشاء حاوية جديدة مثلا 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 دعنا ننشئ حاوية بإسم Docker أولا سأقوم ب إن كانت عندي حاوية سأقوم نعم جميل جدا نعم نعم دعنا أول ما سنقوم به هو إنشاء حاوية جديدة بإسم سنعتمد على صورة DBN نعم هذا الأمر ما يقوم به هذا الأمر بصفة يعني بسرعة هذا الأمر ما يقوم به هو إنشاء حاوية لكن عندما نريد أن نقوم بعرض الحاوية الموجودة التي تعمل علينا لن نجد أي حاوية وإذا عرضنا كل حاوية سواء الموجودة التي تعمل الآن أو المتوقفة سنجد أنه تم إنشاء حاوية وهي الآن متوقفة بشكل تلقائي وقد أعطي لها لهذه الحاوية اسم تلقائي أيضا كما ترون إذن هذا الأمر هو لإنشاء حاوية ويستعمل غالبا يعني لكي تقوم باستعمال يعني مثلا تشغيل الأمر معين والحصول على نتيجة سريعة مثلا يعني نقوم مثلا بكتابة هذا الأمر ما قمنا به هو قمنا بتشغيل حاوية حاوية ديبيان وقمنا بعرض يعني نوع أوبراتيب سيستيم الموجود على هذا يعني على ديبيان وهنا نجد أنه هو ديبيان دينيو لينوكس والفيرسيون هي عشرة كما ترون وتم يعني يعني قمنا بحصول على هذه النتيجة يعني وتوقفت الحاوية بشكل تلقائي كما ترون دعنا نقوم باستعمال أوامر أخرى مع الأمر إذن إذا أردنا الدخول إلى الحاوية الحاوية يمكننا يعني استعمال أمر T نعم كما ترون فقط سندخل إلى الحاوية نعم لكن بعدها لا يمكننا عمل أي شيء كما ترون لا يمكننا عمل أي شيء يعني هذا الأمر فقط للدخول إلى الحاوية بعدها إذا خرجنا نعم سأخرج من الحاوية بعدها سأقوم بكتابة دوكر بيس لعرض الحاوية الموجودة عندي يعني التي تعمل عندي سنجد أنها متوقفة يعني بهذا الأمر فقط ندخل إلى الحاوية وبعدها عند خروجنا ستتوقف بشكل تلقائي ماذا إن أردنا أن ندخل إلى الحاوية ونكتب شيء داخل هذه الحاوية سنستعمل الخيار I نعم دعنا ندخل بعدها يمكننا كتابة يعني أمر معين والحصول على نتجة معينة إلى آخره لكن لاحظوا معي عند الخروج من هذه الحاوية بهذه الطريقة كالعادة ستتوقف هذه الحاوية نعم إلى حد الآن قمنا بتعرف على الأمر والخيار T I ونعم كما لاحظتم بعدها يعني ماذا إن أردنا مثلاً أن نقوم بتشغيل حاوية نعم لكن نريد أن نتركها تعمل في الخلفية يعني لا نريد أن نقوم بإيقافها جيد جداً نستعمل الأمر D نعم إذا قمنا باستعمال T للدخول إلى الحاوية والI عفوا T للتشغيل الحاوية والD سنقوم بتشغيل هذه الحاوية في الخلفية يعني وسنعتمد على الصورة كما ترون بعدها كما ترون قمنا بتشغيل الحاوية جديدة وإذا قمنا بعرض الحاوية الموجودة عندنا مفاجأة مفاجأة كما ترون عندنا حاوية الآن تعمل وليست متوقفة ويمكننا أن ندخل إليها بهذه الطريقة نعم بكتابة هذا الإسم والأمر باش نعم جيد جداً كما ترون قمنا بإنشاء حاوية ووضعناها في الخلفية تعمل في الخلفية ويمكننا نخرج منها الآن لن تتوقف وللدخول إليها أمر مهم جداً أمر جديد وهو الإكسك نعم للدخول إليها نستعمل هذا الأمر دعني أكبر يعني نعم للدخول إلى الحاوية سنستعمل أمر إكسك كما ترون نعم والآن نحن داخل الحاوية يمكن العمل عليها بدون أي مشكل يمكن الخروج ويمكن على الحاوية الموجودة عندي وكما ترون هي الآن تعمل بشكل جيد وعندنا حاوية تعمل كما ترون لعرض الحاويات الموجودة عندي يعني التي تعمل حالياً يمكن استعمال أمر دوكر بيس ولعرض الحاويات سواء التي تعمل أو المتوقفة يعني نكتب الأمر بيس والخيارات نعم كما ترون توجد عندي خمس حاويات واحدة منها تعمل الآن والأربعة الأخرى هي متوقفة كما ترون جيد جداً ماذا سنقوم به الآن سنقوم بمسح هذه الحاويات نعم لمسح هذه الحاويات لاحظوا معي ودقيقوا هناك أمر يستعمل هو الأمر ر م وسنقوم بكتابة حاوية معينة سنكتب هذه الحاوية اسم هذا الحاوية وسنقوم كما ترون بمسح هذه الحاوية والآن أصبح عندنا فقط أربع حاويات نعم ونقطة مهمة جداً دعنا نقوم كما ترون فالحاوية التي قمنا بمسحها أو حذفها هي الحاوية هذه الحاوية وكانت متوقفة ماذا إن قمنا إن كنا نريد مسح حاوية الآن يعني مشتغلة الآن لاحظوا معي لا يمكننا مسح حاوية مشتغلة الآن يعني فقط يمكننا حاويات يمكننا حذف حاوية متوقفة كما ترون نعم إذن لا يمكن يعني بما أنها مشتغلة يمكننا حذفها ولحذفها يجب علينا استعمال أمر stop نعم stop ونكتب اسم هذه الحاوية نعم جيد جداً كما ترون قمنا بتوقف هذه الحاوية والآن يمكننا نعم يمكننا تخلص منها وحذفها كما ترون بعد عرض هذه الحاويات يمكن أن نرى أنه لا توجد هذه الحاوية الآن عندنا ولحذف كل الحاويات المتوقفة عندنا يمكننا استعمال هذا الأمر نعم خاصة إذا كان عندنا عدد كبير من الحاويات سنقوم بكتابة IRM وكما ترون لا توجد عندنا ولا حاوية ماذا إن كنا نريد حذف الصور التي توجد عندنا يعني الآن قمنا مثلاً قمنا بالعمل الذي كنا نريده والآن نريد أن نقوم بمسح هذه الصور طريقة هي هذه نعم ونقوم بأخذ اسم هذه الحاوية ونقوم بمسحها كما ترون ونفس الشيء مع الأوبونتو نقطة بهم أيضاً إذا كانت هذه الصورة مستعملة من طرف حاوية معينة لن نستطيع بسحها إلا بعد مسح هذه الحاوية كما قلت لكم إذا هذا كل شيء أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر